يوم عمد المقطع يا حبايب سار نزلتكم مقطع على قناتي يا حبايب وياي وانو سارة تيوب مقطع صراحة كوش قوي مقطع كوليش ناري اتمنى يا حبايب تدعموها لهذه البنية قاعد تتعبوها لباخر فترة هواية فاردن باوحد جيش من الكتل قصص تدعموها ادري بكم ما تقصرون رات روصف يا حبايب الكل يراشوف المقطع مالتها احبكم الخبر الاول يعدنا على احمد ابو الروب وشيل الفولو عن نارين بيوتي وشيروا يا حبايب بعمسوا لهم الفولو وشان قاعدين انتظروا انه بيردونه هذا الفولو عامده ويعلى ان الصلح اللي صار بيناتهم ولكن يا حبايب عائلت بيوتي رفضوا هذا الصلح وانو من نزلوا هذا المقطع وقالوا بسبب رفض هذا يخل احمد يا حبايب انه بعد ما ينتظر ليشيل الفولو حاليا فكتنوا يا حبايب لكم التاج شاركوا باللي صار هالحركة زينة او حركة غلط ننتقل حاليا لابو فلي يا حبايب ووصول قناة باليوتيوب للعشرين مليون واشترك في ان شاء الله الف مبروك اخبالي 30 مليون يا رب وطبعا لا تنسون يا حبايب اللي تبعيدوا بالكومنتات على هذا الانجاز فابو فلي يا حبايب وهذه الملاسبة الخرافية قرر انه يفتح بث مباشر يا حبايب باجر على الساعة بثمانة يركزوا ب هذا التاريخ كليزين عامودي يجمع واحد مليون دولار مبلغ كليشبير يا حبايب عامودي استاعد خمسة الاف عائلة بسوريا وبالوطن العربي فاتمنى يا حبايب الميرفو فلي يروح يشترك عنده ويساعدها عامودي هذا الشي بالبثم بواشر مال باتر ننتقل حاليا ليا رامار وبروتا اذا هي رح تخلال الحجاب او لا فنزلت هذا المقطع اللي كان ويا ياسو اللي كانت تربيه على اغرب الاشاعات اللي طلعت عليها ومن اشاعتها يا حبايب هي حطتها انه هي رح تشلح الحجاب بالفترة الجاية فقالت ان هذي اشاعة يا حبايب هذا عم توضح المتابعين قاد يقولون ان هي احتشلح حجاب انها اشاعة مو اكثر فكتونا كومنتات شو رقم الخبر بالضافة يا حبايب نورمار رد على السبب خروج قمر الطاي ونورمار ومنه كان سبب لهذا الموضوع واللي هو الانستغرام نزل هذا المقطع يا حبايب اللي كانت ويا العضو الجديد اللي هي الالاء وصار يقولون حساب الانستغرام احنا مرح نفتعل الالاء لانه السبب اللي خلاء اخوي البنات القبل ونو يطعم الفريق سبب الانستغرام شوفوا اللقطة طبعا يا جماعا احنا اكتر مشاكل صارت معي بفريق القديم واللي قبله هيك هو الانستغرام فعنما الاء والبنت التانية اللي تفوت قلنا له منه شرطنا الاول انه ما في حساب الانستغرام مشان ما يصير مشاكل ونخسر بعض فمشان هيك يا جماعة مشان ما اخسروا بعد ما نتعود عليه ونصيروا او اخوه او اهل فمشان هيك ما بنح سبب الانستغرام وننتقل حاليا اليسر يا حبايب وقمر طائب الفول الصوه بين بعض بس سببتهم بالانستغرام فلتوقون يا حبايب انو بالايام جاي ومكينصر صوروني ايا بعض وسوان فريق ما دلك من العباب الكومنتاج شركم بضل الخبر وشون توقعون لشي الخرافية رح تصبح بالمستقبل واروح حاليا المريم يا حبايب وعيد ميلادها فاليوم يا حبايب هو عيد ميلام مريم اللي هو اخد اسف وكل عام تبخير اقبال مليون سر يا رب ولتنسون يا حبايب انو تعودوها بالكومنتات على يوم عيد ميلادها وبس الله انو نصد المقطع اتمنى اعجبكم لتنسون يا حبايب قناة سارة اريد الكل يدخل يا حبايب يوصل الى 5000 مشترك واثق بكم ما رح تخصرون يا حبايب ندخل جلوني اياها الراوطة الوصف يا حبايب الكل يدخل ووصل الى 5000 وبس مع السلامة اشتركوا في القناة